موسيقى موسيقى شاهدين أهلا بكم من جديد في النشرة الاقتصادية قال والي بنك المغرب عبدالطيف الجواهري أمسي بالرباط إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني وأكد سيد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 23 و2000 أنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس التأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناء من السيول ارتفعت إلى 73.5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 23 و2000 مقابل 69.6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه مما يعكس توسعا في التداول النقدي تعهد بنك الشعب الصيني البنك المركزي للبلاد بدعم مستمر للاقتصاد الحقيقي وتعزيز تعديلات السياسة حيث يكتسب الانتعاش الاقتصادي في البلاد قوة على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة والمتقلمة وقال بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع الربع الثالث للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الشعب الصيني إنه مع استمرار الاقتصاد المحلي في الانتعاش على مصار متفائل مع ديناميات متزايدة فإنه لا يزال يواجه تحديات مثل عدم كفاية الطلب انتقدت مجموعة حملة مناخية قرار الحكومة البريطانية اعطاء الضوء الأخضر لإنشاء حقل روزبانك النفطي اليوم ووصفته بأنه كارثة مناخية وعطت بريطانيا الضوء الأخضر لحقل روزبانك في بحر الشمال التابع لشركة ايكوينور وهو أحد أكبر مشاريعها الجديدة للنفط والغاز منذ سنوات قائلة إن أمن الطاقة هو الأولوية على الرغم من معارضة أنصار حماية البيئة ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم إذ ركزت الأسواق على شحي الإمدادات قبيل فصل الشتاء والهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 33 سنة بما يعادل صفة صل 4% إلى 94.29 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي إلى 31 سنة أو صفة صل 3% إلى 90.70 دولار نهاية نشر الاقتصادية لليوم شاهدنا شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء